اشتركوا في القناة هي ما يقول لك مثلا مصادر البروتين ايه هتقول لي والله فيه بروتين نباتي وفيه بروتين حيواني البروتين النباتي اللي هو موجود في النباتات البقلية في فلسوية وفي غيره وبيتراوح من فلفل البلدي بيتراوح من محصول اخر يعني بالنسبة للتركيز بتاعه او نسبة البروتين في ده فيه بروتين حيواني هتقول لي زي اللحوم وزي الاسماك وزي الحاجات دي كلها تمام كذلك النيتروجين النيتروجين دهوت عشان اقول لك المصادر بتاعته ايه فليه مصادر فيه ليه مصادر المصادر دهيا لازم تكون كراجل في الزراعة او بتشتغل في مجال الزراعة لازم تكون عارف المصادر بتاعت الازوت تدهوت او النيتروجين تمام النيتروجين برضو ليه مصادر اضوية ودي طبعا موجودة كتير جدا سواء كانت ابنام ابقار جموس طيور زي الحمام زي وهكذا يعني تمام وليه تاني مصادر معدنية تمام المصادر المعدنية دي بناخد منهم اهم خمس مصادر موجود فيهم عنصر النيتروجين ومنهم المعدنية او الكيميائية الكلمة تحمل الوجهين يعني الوجهين يعني فما فيش اي مشكل خالص المصادر النيتروجين المعدنية هيكون عندك اول حاجة اليوريا الستة واربعين في المية وهي من الاشغل الاسم ده هي يوريا تمام يوريا ستة واربعين في المية تمام ودي طبعا بنستخدمها معظم نستخدم بتاعها اولا لا تستخدم في الحرارة زي ما قلنا قبل كده وان هي لا تستخدم في اوقات التزهير تمام ولا تستخدم في عندما يكون النبات يعني هايك كده او النمو الخضر بتاعه كتير تمام ولكن بتستخدم في مراحل النمو الاولى استخدم معظم استخدمها بيكون للمحاصيل اللي بنبقى عايزين منها نمو خضر كتير زي الاعلاف الشتوية زي البرسيم وخلافه تمام فبنبدأ نستخدم اليوريا لو عندي انتكاسة مثلا في محصول زي الطماطم مثلا والامور مواطية جوه بارد وبتاعه عايز حرك النبات بتاعي فيه البرد بحطه دفعة يوريا لو عندي تزهير زايد مثلا او تزهير مبكر لكانتالوب او خيار زرعه في الشتاء او لطماطم زريعها او العرش صغير فبدي دور دفعة يوريا بتسقط للازهار ده هي المهم يعني اليوريا لها استخدمات كتير ولكن اللي عايزك تعرفه ان اليوريا اعلى مركب طبعا في المركبات النيتروجين اللي هي 46.5% ازوت طبعا فيه اعلى منها بس حاجات ما تخصكش زي الامونيا المسالة اللي كانوا بيحقنوها في الاراضي الزمان دي نسبة الازوت فيها عالية جدا يعني تمام بنيجي اه لعله يعني انا بختصر بس بالنسبة اليوريا فيه فيديوهين عاملهم انا على اليوريا لو اي حد فيه من حضراتكم عايز يشوف يتفضل ما فيش اي مشكلة خلص يراجع اه الفيديوهات بتاعت اليوريا المصدر التاني هو مصدر نطرات النشادر وده بصراحة ربنا اللي هو مفضل تمام ده مفضل بالنسبة لنا لان نسبة الازوت فيه لا هي عالية اوي ولا هي منقافضة اوي اه بيصلح ليه المراحل الكتيرة بس ما بنحبزش الاستخدامه في فترات النمو الاولى تمام ومال بنحبز استخدامه ايه لما يكون عندي مجموع جزري قوي فبنستقدم نطرات النشادر واللي هي 33.5% وده نطرات النشادر معظمه موجودة في مصر عن الحد دلوقتي زورت كذا بلد خليجي مش موجودة لا في السعودية موجودة ولا في الكويت ولا في الامارات ولا في سلطنة عمان تمام مش موجودة النطرات النشادر يعني اللي هي 33.5% وده طبعا في كذا مصنع في مصر بينتجها منهم مصنع طبعا على رأسهم مصنع ابو اير ومصر عن النصر وطلخة كل ده بينتج نطرات النشادر وطبعا في نطرات النشادر كمان بنستوردها كتير من اوكرانيا وروسيا تمام ولكن لا يعلى برضو عن نطرات النشادر المصري اللي هي الشكارة او الكيس اللي هو البرتقال ده كمان النطرات النشادر اللي ما بنحطهاش في الاول اولا يا جماعة لان النطرات بتحمل شحنات سليبة وحبيبات التربة بتحمل شحنات سليبة فسليب مع سليب بيتغسل في النطرات وخصوصا في الاراضة الرملية ما بنضيفهاش كتير في المراحل الاولى بنبنى ان نضيفها بعد كده لما يبقى عندي مجموع جزر قوي يحاول يلقط الايه الايوم بتاع النطرات ده هو بدل ما بيتغسل في بدل ما بيتغسل من قوام الارض المتسع وان الفراغات البينام في الاراضة الرملية كتيرا والشحنات بتنفقيرة في المادة العضوية فما في الشحنات او كيميائيا بتعتبر الشحنات بتاعدها اا اا ضيقة جدا فبالتالي بتغسل كتير منها قد بعض الامحاة سألت ان بتغسل اكتر من خمسين في المية من اضافة النطرات طب ما تستغربش لا الكلام ده موجود والاخطر من ذلك كمان ان هي خطر جدا على المياه الجوفية لان بتوصل للمياه الجوفية بسرعة كبيرة يعني تمام ومش عايزين برد نصفات فيها عشان نلحق نلم الضور بعد كده السلفات انها شادر دي عشرين وستة من عشرة واللي بيسموها في مصر الملح ودي طبعا لها استخدامات خاصة زي ما بنحطها في الخدمة الاولية والخدمة الاولية بنحطها عشان اا هي اللي زدت بتاعها في صورة امونيوم والامونيوم ان اتشفور اا بلص زائد فزائد مع حبيبات التربة تسعين في المية من حبيبات التربة شحنتها سالبة فموجب مع سالب بيمسكه في بعض فبالتالي ما بيتغسلش سلفات النشادر فبنحطها في الاول عشان ما تتغسلش كده وبس لا سلفات نشادر كتلاحز كلمة سلفات او بال او صلفة صلفة يعني ايه يعني كبريت لما نقول صلفات نشادر يعني كبريتات اا نشادر او وسلفات امونيا او امونيوم صلفة اا زي ما تسميها يعني كلها اا كل يعني الطرق تقدر روما سلفات النشادر فيها كبريت اا فيها كبريت ما هي صلفة يعني كبريت فيها كبريت وفيها اا نتروجين عشرين وستة من عشرة على صورة اا امونيوم تمام فبالتالي الامونيوم بنصفت فانا بتتغسلش كمصدر للازوت تاني حاجة قلتها قبل كده تاني حاجة ان هي فيها كبريت والكبريت طبعا بحاول او اللي اللي بيقيتش بتاع الطربة شوية واللي هو اا ارتفاعه بسبب لنا وبقرق لنا مشاكل كتير في منطقة الشرق الاوسط عموما اا والدول العربية خصوصا ان هي ما فيهاش امطار اا نترات البوتاسيوم دي طبعا مش موجودة في مصر مش موجودة في مصر اا موجودة في الخليج بس بره بتطلع بتصريح الا دولة الكويت عادي بتطلع عادي اا انا شايف نترات البوتاسيوم طبعا ما بتطلعش او بتطلع بتصريحات عشان قد تدخل في اا صناعة المتفجرات او كده فما دايما يعني الحكومات بيبقى عندها اا نقاط استفهام ولكن طبعا اللي بياخدها بيبقى عنده حيازة او معروف يعني لدى الجهات المختصة يعني ان الرجل ده هوت عنده نترات البوتاسيوم اللي هي بيبقى التركيب بتاعها 13.5 زير وستة واربعين بيبقى فابوتاسيوم ستة واربعين في المية على هيئة نترات وده طبعا صورة ممتازة جدا للنباتات عشان الاحجام بتاعت الاحجام بتاعت الصمار بتاعتنا وبتحسن برده من الخواص بتاعت الصمار بتاعتنا وخصوصا النباتات اللي هي بنعتبرها النباتات اللي هي النباتات الضرنية بالذات زي البطاطس دي طبعا بتحتاج كمية كبيرة من البوتاسيا اللي في صورة نتراته اللي بيكون ممتاز جدا وبنلاحظ طبعا لو عملنا تجارب سلفات بوتاسيوم ونطرات بوتاسيوم وبنلاقي طبعا النطرات البوتاسيوم بتبقى متغلبة على الكل يعني فهي نسبة الأزوتي فيها قليلة بس احنا بنقولها يعني كحاجة موجودة فيه كمصدر المصادر الأزوتي رغم النقل هيل يعني نترات الكالسيوم طبعا بيقى فيها 15% أزوته بيبقى ايه بيبقى عبارة عن كالسيوم 15% ده هي يعني بيستخدمها بيبقى فيها جزء أمونيوم هو جزء فيها عبارة عن حمض نتريك تماما فبيكونوننا 15% اللي هما نترات الكالسيوم اللي حضرتك شايف فداهيا ونطرات البوتاسيوم أفضل هم على الإطلاق للصنف النرويجي أيا كان يعني معرفش بس هو دايما بيكون كويس فبيستخدم يعني بيعتبر سنائي الغرض أو المركب نفسه سنائي زي نطرات البوتاسيوم ماهي سنائي بردو زي سلفات النشادر ماهي سنائي لأن نطرات الكالسيوم عندك هنا بتتحمل فيها أزوت وفيها كالسيوم نطرات البوتاسيوم فيها أزوت بردو 13.5 وفيها 46 بوتاسيوم سلفات النشادر فيها صلفة كابريت والكابريت ده عنصر تمام وفيها 26.18 عبارة عن أزوت دي المصادر أو أهم المصادر فيه مصادر بقى الأمونيا وفيه اليوريا المغلفة بالكابريت وفيه الداب وفيه الماب يعني الماب التركيب بتاعه 12.61.0 فيه 12 أزوت بس دي من اعتبارها طبعا احنا بنتكلم على اللي هو فعلا من استخدامه ومباشر فيه الداب الداب التركيب بتاعه 18.44.0 فيه 44.0 وفيه 18 أزوت فكل دي حاجات حاملة لعنصر النيتروجين المعدني يارب بكون يعني وفقت في ان انا اوصل لك المعلومة بشكل مبسط وانك تقدر بعد الكلمتين ده هم تشوف انت ممكن تستخدم الحاجة دهيا في وقت او في اي مرحلة من مراحل النموة طرعيها كويس جدا ويطراعي دايما ان الازوت الزيادة في الازوت فيها مشكلة وان التأثير برضو فيه عنصر النيتروجين فيه مشكلة وبنكمل برضو ان شاء الله بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة